السلام عليكم. كنت منا يا ربي تكونوا باخير والاخير اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم سلو. واخره سبق اليوم نزلته في القناة غادي نخلي لكم سلو اللي ترسد ذاك العام اللي فات. مهم قلت علاش الله ما نعودش نصور لكم الطريقة ديالي اللي ما شافش ذاك اللي يشوف هذا. اه انا في الوركي تسحبني واش كنصور. ساعة القيت راسي ما كنصور والو. مهم غادي نعطيكم المقادير والطريقة في نفس الوقت راه ساهلوا كيجي واعرها تسلو هذا غي يعجبكم. اه بالنسبة للمبتدئات اللي ما عمرها درت تسلو تدير هالطريقة والله تعجبك. اول حاجة كنجيب وجوش كيلو ديال الطحين يمكن لكم تنقصوا المقادير او لا تزيدوا المقادير. درت جوش كيلو ديال الطحين كنحمره. واخديت اللوز. موقع ديال ما كنجيب اللوز كنغسلهم زيان. كنخبي عليه الماء طيب. كنقشره. نقليه في الزيت. واحد شوية كنهرمشه. واحد شوية كنحنه مزيان تتيولي بحال شكل ديال املو. ودك شوية نخليل الزيت. مهم الكيميه اللي كانت حن هكيا تتي يجيب حال شكل ديال املو كتكون كيميه كثيرة. خديت كوكو. كان جيبو بقشورو. كان حمرو في فوق هكيا البوطة في المقلع. اولي كانت دخلوه للفران اللي بغيتو. مهم كان حمروهم زيان. من بعد ما كان حمروه كان قشرو. وكان حنوه. كنخلي هكيا بحال شكل ديال املو. إلا جاب الله مباشر تتحليكم راه كديرو واحد شوية ديال الزيت. كشكلي تتحنوه. تتحنوه هكيا شوية ديال الزيت. وكيتتحن كيولي بحال شكل ديال املو. قدي نجيب جنجلان. كيلو ديال جنجلان. كان حمرو. النص كان طحنوه مزيان. والنص كان نخلي هكيا صحيح. أنا الصراحة كيجبني اسلوها كيابين فيها الجنجلان كيكون صحيح. تيجي يزوين. غادي نخلي واحد شوية. هندير واحد شوية ديال باش نزيين بيك نخلطه باش نشوفوا كيفاش يجي. كتديروا غير القياس وكتخلطه. صافي قولوا تقريبا درت نص نصها كي درته صحيح ونصها ديال نطحنو. تهوتت هيجي بحال شكل ديال املو. وكيما كتشوفوا اه حاولت ندير لكم جوج ديال سلو لان كاينين كاينين ناس كنا عرفون تيبغيوها كيسلو بينين فيها الكوان. أنا يلا أنا يعجبني سلو اللي كيكون كل شي مطحون. الله طيبا جنجلان صافي حتى اللزمة كيعجبني شي يكون بين في اكاكا بين في سلو كيعجبني تطحن مزيان. وكيجي واحد سلو رائع واحد المدق هائل. صبح الله العظيم كل واحد وكيفاش كيجي سلو ديالو. مهم كنتمنى تجربوا هات الطريقة وتعجبكم. كتحاولوا تخدموا هات الشي. ما كنت حاولوا نخدمهات شي لابغيتوا تديروا هكايا سكور غلاصي راح كتديروا سكور غلاصي. بغيتوا تديروا العسل كتديروا العسل. بالنسبة لهنا يا النافع كان حمروه بطبيعية. الحال من بعد ما كان نقل النافع كان حمروه وكان طحنوه مزيان كان غرب له. كعيني الناس لي ما كيغربلوش النافع. بالنسبة الطريقة واحد اخرى غادي تشوفوها معينيت في هذا الفيديو هيدا. انا هنا يا ضروري كان غرب النافع. وحبت حلوة. حبت حلوات تهيية كان نجيبها كان نقيها نزيان وكان حمرها كان طحنها. وكان ديرها في سلوه من بعد ما كان نغرب لها نزيان. وكان دير ربعات لمعالق ديال القرفة. أولا ثلاثة. ضروري القرفة قطعة واحد اللي بنا زوينها كيف يفصل له. وفي طبيعة الحل المسكة الحرة. ارى هذا المقطع دير فاشترت المسكة الحرة. ما ما صورتهاش. مهم را كتدير واحد شي دير المسكة الحرة. صافي كتبدأ وتخدمو هاد شي. صافي هنا يا من بعد ما اخطتو هدي ندير هاد الاسل هادا. سوف ندير عشي تقرسوا عاصل تتصموها. سوف اخطتها بعض الأسل عادي. تصموها براخص تنضيف سكر ولكن الملأ حسن العسل. بالنسبة للعاصل را كنوضي على حسن الضوك. بعد ما كان نضيف العسل صافي كان بدا نضيف الزيت العود ولكن الزيت العود ما تسخنوهاش كديروها هكك باش كتعطيكم واحد المدق زوين في سلو ما كي جيش هكي المدق من جهد ديال الزيت العود كيني الناس اللي كيديرو الزبدة كيني اللي كيديرو الزيت اللي كتكون هكي مقليفها لتقلافها اللوز ولكن انا كنفضل الزيت العود هنا غنوريكم الكيمية ديال العسل اللي شطلية يعني تقريبا خدت ليوح الكيمية كتيرا كيميك لكم كديرو العسل على حسب الضوء قانا صراحة ما مدرتوش حلول بزاف وما درتوش عودتاني مستس بزاف يعني كيجي هو هاداك في المدق ديالو صافي عنا هنيا غادي نهز واحد شوين عطاه لبنتي هي كيعجبها هكي مرمل وغادي نقسمو على جوج باش نوريكم الناس اللي كيبغيو هكي يصلوا معجن كيفاشي يصوبوها وغادي نعطيها كدلك الشبكية هات الشبكية غادي نخلي لكم الرابطة كيف صندوق الوصف اللي بقي ما شفش الشبكية يدخل يشوف المقادير والطريقة صافي هنا يا غادي نزيد لها شوية ديالوز هكي من الفوق وغادي نخلطو باش غادي نجين نقد معاكم حتى نصفتها ودك شاعد اللي غادي نجين شاء الله باش نقد معاكم سلو اللي كيجي معلك نيت بها تسلو هادا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هم بينين درت اللوز هاكي يمهر مش غليض إزت واحد شي ديال القرفة غادي نضيف كدلك النافع وح بتحلاو هاكي يمطعونين ولكن ما كان غرب لهمش نخليهم هاكي يمطعونين وكن ضيف الزيت العود صافي الزيت العود كان بدان يعجنوا مزيان كان ضيفوا هاكي الزيت العود باش كيي يكون معجن يعني يا راه الزيت العود هو لي كي يخليه يجي هاكي يمطعون غير ضروري للكهم زيان طف هذا هو الفرق بينه وبين الآخر وانا ما نكتبش عليكم انا كيعجبني هاد سلو اللي كيجي مرمل كيعجبني بزاف كما كلكم تيدوب في الفم هو فيه القوام ولكن من طحونين ما تيبانوش يعني كما كلكم الناس اللي كيبغيوها كيا سلو كيجي معجن رغير كتضيفو الزيت وبطبيعة الحال كتضيفو هكي اللوز صحيح فيها واللي ما عندوش الزيت العود يمكن اللي هي اضيف الزيت فشق لها اللوز انتو ما كتشوفو الفرق رغير الزيت العود هو اللي تيعطيه الفرق صافي غادي نقدمو لكم ان شاء الله بصحة والراحة ان شاء الله يعجبكم هاد سلو اللي وجدت معكم اليوم وما تنسوش تخليوا لي لايك وتعليق وكان شكركم بزاف بزاف وما بقى الياغي نقول لكم اسلام عليكم ومخليكيكم الرحو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة